على الأجواء والغيابات أنا باعتبارها مش غيابات كتير قوي لأن في ناس منها يعني الإصابة ولكن ده العدد قليل الحمد لله رب العالمين الجاهزية الفنية أو رؤية المدير الفني دي حاجة كويسة برضو أنا حاسس أن الفترة الأخيرة أو الماتشين الأخرانين في الدوري بجانب ماتشين التراجي حاسس أن النادي الأهلي تقريبا معظم لعبي وصلوا لأعلى مستوياتهم الفنية والبدنية وده واضح في الماتشات الأربعة الأخيرة اتنين التراجي رايح جاي والاتنين الدوري سواء بيراميدز أو سموها اللي عايز أقول لحضراتكم إن في ناس يعني إحنا زعلنا كتير جدا في ماتش بيراميدز ولكن ده من أحسن الماتشات اللي قدأ لعيبت النادي الأهلي على المستوى الفني وعلى المستوى البدني يمكن كان فيه عدم توفيق شوية هو اللي قدأ لضيع نقطتين ولكن ده من أفضل الماتشات اللي عملها النادي الأهلي الفترة الأخيرة كان تقريبا تقريبا الشهد الثاني بالذات تقريبا وان سايد جي احنا بنلعب في نص ملعب بنلعب في نص ملعب لو فيه أخطاء أنه الأخطاء كان ممكن نقتل الماتش بالثالث والرابع والخامل ممكن ولكن بتحصل ولكن شايف أولا النادي الأهلي الحمد لله دي ميزة دي ميزة في النادي الأهلي إنه هو فريق جماعي ما بيعتمدش على نجم واحد آه فيه لعيبة بتبقى مؤثرة لو غابت بتبقى مؤثرة ولكن الاعتماد الكلي على جماعية الفريق وده اللي واضح في الماتشات كلها حتى لما تشوفوا حضراتك لو تراجعوا الموسم دوت أو السيزون ده أو من ساعة مجمسة الموسمانية لحد النهاردة حتلاقوا فيه أوقات كتير جدا لعبنا بدون بعض من العناصر الأساسية المهمة جدا المؤثرة في الفريق ولكن ما بتفرقش آخرهم آخرهم عشان برضو ما نروحش بعيد كان أكرم توفيق أكرم توفيق لما محمد هاني غاب أكرم توفيق سد مكانه ويمكن حضراتكم طلعتوه أكتر من مباراة نجم المباراة أكتر من مباراة نجم المباراة فالنادي الأهلي ما بيعرفش للعيب معايا ودي ودي اللي هي جماعية النادي الأهلي حتى في الروح روح جماعية النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي بغض النظر عن الفنيات والأداء البدني هي سر نجاح وقوة النادي الأهلي الحاجة الإيجابية أنه أنا حاسس أن اللعيبة كلها الفترة اللي فاتت الحمد لله في حالة فنية مرتفعة جدا 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 والفرقات تبدو بسيطة جدا يعني بنشوف ناس برا قاعد على الدكة بتنزل بتصنع الفارق شوفنا في الماتشات اللي فاتت كلها شوفنا مثلا حسين الشحات بيعود التولق مرة تانية التلات ماتشات الأخرانيين لو تلاحظوا التلات ماتشات الأخرانيين كل ماتش بيجيب في حسين الشحات جول طاهر محمد طاهر بقى مؤثر والعجلة نقدر نقول ضارد دلوقتي ودخل في الأجواء وبقى لعيب من اللعيبة الأسنين اللي يعتمد عليهم أكرم أكرم بيلعب في مكان مش في مكانه ولكن من نجوم النادي الأهلي يعني أنا كمسطر مسلماني هبقى في حيرة كبيرة جدا دلوقتي لما يرجع لي هاني وعندي أكرم متقلق لما يرجع لي بدر وعندي ياسر كان متقلق لماتش اللي فات لما يرجع لي رامي وعندي أيمن أشر لما يرجع لي أيمن أشر وكان عندي رامي متقلق يعني أنا دلوقتي في حيرة أنا كمسطر مسلماني بس حيرة إيجابية حيرة في صالح الفريق أنا حسس أن الفرقة كلها الفترة دية خلاص بعد الفترة اللي هي بتاعت أفريقيا بتركز دلوقتي على ماتشاتي الدوري أنا عايز أكسب ماتشاتي المتأجلة والفكرة كله دلوقتي إن دي ماتشات كؤوس إحنا كالعيبة تنادي الأهلي بنلعبها دلوقتي ماتشات كؤوس كل ماتش بماتشه لازم أكسب إن شاء الله طبعا لازم أكسب علشان أواصل وارجع ان شاء الله للفرق اللي بيني وبين المنافس بسبب مورياتي المؤجلة إن شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا ماتشاتنا المؤجلة بإذن الله هنفرق عن المنافس نقطتين فالفكرة دلوقتي اللي عيبت النادي خلي بالكم فكرة اللي عيبت النادي الأهلي دايما ما بيزبعش الأدام لأ بياخد كل ماتش بماتشه إحنا خلصنا أفريقيا وربنا عداها على خير ودخلين فاينال دخلين دوري خلصنا بقى نبص للدور أنا الفاكرين لو حضراتكم فاكرين للستوديو الفات قلتلكم في المواقف الصعبة مع الفرق الكبيرة واللعيبة الرجالة بيحصل استنفار للفريق أنا كنت مشفق جدا 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 على نادي سموح الماتش اللي فات قبل الماتش أنا كنت مشفق على سموح لأن أنا عارف النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي هتظهر إزاي في الماتش ده ولعيبة النادي الأهلي كان ممكن يعمله نتيجة أتقل من كده مرتين ولكن هما برضو يعني رأفوا بحال سموحة شوي ولكن الفترة دي فترة حاسمة جدا 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 ومن النوقات الإيجابية تقاربوا المستويات بين الأساسي اللي في الملعب وبين الدكة اللي بره والدليل أن بعض اللعبين اللي على الدكة لما بينزله بيبقوا مؤسرين جدا 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 نتكلم بقى عن الماتش بتاع النهاردة والمواجهة اللي هتجمع بين مستر موسيماني وعماد النحاس الماتش ده الماتش التاني في الدور التاني بين الفرقتين الماتش الأولاني كسبنا ثلاثة اتنين يمكن إحنا كنا متميزين جدا 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 شوط الأول ولكن دخل فينا جولين ولكن الشوط التاني كانت العودة للنادي الأهلي كانت العودة للنادي الأهلي والروح القتلية العالية جدا 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 لعيبة النادي الأهلي وظهور شخصية النادي الأهلي في المواقف الصعبة مكنت النادي الأهلي منه يكسب الماتش ثلاثة اتنين وضع منه زي يوم كمان يعني بالثلاثة ضع منه أكتر من ثلاثة كمان ولكن بالرجولة والحماس والروح وتلافي الأخطاء اللي حصل الشوط الأول الشوت الثاني تلفينها قدرنا نكسب المباراة ويمكن دي كانت أصعب وأغلى ثلاث نقاط في الدور الأولاني أصعب ثلاث نقاط حصلنا عليها الدور الأولاني بفضل الجدية والروح العالية إن شاء الله النهاردة يمكن ميستر موسماني اتكلم عن ماتش المقولين وقال أنا مفكر حضراتكم إن احنا كسبنا الماتش الأولاني إزاي؟ ولما اتأخرنا الشوت الأول إيه اللي حصل الشوت الثاني وزهرت شخصية النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وقدرنا نرجع للماتش ونكسبه إزاي؟ إن النهاردة إن شاء الله البداية بتاعة المباراة تكون زي الماتش اللي فات الشوت الثاني اللي إحنا نهينا بيه دي تكون بداية النادي الأهلي دي تكون بداية النادي الأهلي زي ماتش الأهلي واسموحة اللي فات. نتمنى التوفيق لكل لعيبة النادي الأهلي ونتمنى المكسب طبعا أولا وفي نفس الوقت بإذن الله ما يحصلش أي إصابات للعيبة النادي الأهلي طولت عليكم هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنريجي نستقبل نجمنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة كابتن علاء ميهوب كابتن أسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال انتظرونا